السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية هي عن انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من برج الأسد لبرج العذراء يوم الجمعة 28 تموز يوليو إيش آثاره وإيش زوايا وإيش رح يشكل وشو الحركة اللي رح يعملها لأنه في حركة تراجعية لإله رح يطول كثير هاي المرة في برج العذراء عشان هيك بدكوا تركزوا بشكل جيد طبعاً عطارد رح ينتقل ساعة 39 دقيقة من برج الأسد اللي هو من صباح من مساء يوم الجمعة رح ينتقل لبرج العذراء ورح يظل في حركة أمامية في برج العذراء لغاية مساء يوم 23 ثمانية يعني لغاية الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بعدين كوكب عطارد بده يبدأ في عملية تراجع التراجع هاد رح يستمر من 23 ثمانية لغاية 15 تسعة هاي فترة التراجع رح يظل يتراجع في نفس برج العذراء بعدين يوم 15 تسعة رح يرجع للحركة الأمامية مرة ثانية ويظل موجود في برج العذراء لغاية 15 بعدين بنتقل من العذراء للميزان يعني عنا ثلاث حركات الآن في هاي الحلقة احنا رح نحكي عن الحركة الأولى اللي هي من 29 سبعة لأنه هي مساء احنا حكينا فتسعة ونص مساء من مساء يوم الجمعة 28 فبيكون لا نبدأها من 29 اللي هي التأثير القوي للموضوع يعني منقدر احنا نقول من 28 لغاية 23 ثمانية اللي هي الحركة الأولى له طبعا رح أنوه وأتكلم عن عملية التراجع ومخاطرها عشان تحذروا اللي هي المرحلة الثانية اللي هي من 23 ثمانية لغاية 15 تسعة كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة الكتابة التحليل قوة الحدس وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات طبعا من صفات كوكب عطارد الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية قوة التفكير والتحليل للأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس بيصير الواحد عصبي جدا ومتهور جدا وممكن يرتكب أخطاء لأنه ما بيصير فيه عنده توازن أهم النقاط عشان نعرف أن عطارد رح يكون سعيد ولا منتحس خلاف دخوله للعذراء اللي هو يعتبر البرج المتحكم فيه يعني العذراء كوكبهم هو عطارد ولكن عشان نعرف الزوايا اللي رح تتشكل واللي رح يكون لها التأثير الأكبر خلال الفترة القادمة أول زاوية عندنا زاوية التقابل سلبية رح تكون بين عطارد وبين زحل وهذه طبعا تأثيراتها بدأت فعليا نذكرها في التوقعات اليومية إذا روتها يوم 2-8 هاي الزاوية بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تتكرر ثلاث مرات أول مرة رح تكون هاي زاوية التثليث بين عطارد وبين المشتري أول مرة رح تتشكل رح تتشكل يوم 10-8 المرة الثانية رح تتشكل يوم 4-9 وعطارد بيتراجع بعدين لما برجع للحركة الأمامية بشكل هاي زاوية كمان مرة يوم 25-9 الآن هاي زاوية تثليث إيجابية نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من من للعلوم الطبية والأستاذة أو الأمور الدينية بيدفعنا لممارسة وظيفة حرة برضو هذا التحول بحطي أن هاي الفترة مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات يعني بتمنحنا الترقي في وظيفة ما أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها يوم 6-9 هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر علينا فهمه برضو بتزداد التوجهات لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية وبيجلبنا الحيوي والنشاط وبيزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات نجاح أدبي مشاريح حالية يجب علينا أن نركز بشكل جيد بمجهوداتنا ونركز على أهداف محددة لكن هذا الاتصال غير مناسب للأصفار وعلاقات الصداقة أو الزوجية وخاصة في فترة التراجع للزهرة لأنه بيكون في آخر أيام متاثرات تراجع الزهرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية يوم ثلاثين تسعة مننشط فمنباشر بأكثر من مسعف أكثر من اتجاه في نفس الوقت برضو هاي الزاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين نبتون هاي رح تكون يوم اثنين عشرة يعني بعد انتهاء الحركة التراجع برجع للحركة الأمامية بتخلي عنا نوع من أنواع الصعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبكون صحب علينا التعامل معهم بينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون يوم ثلاث عشرة بتزيد من حد الذهننا وحدثنا وقدرتنا النقدية بمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة بيساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريع واتخاذ قرارات لازمة طبعا زي ما شفتوا أنه زوايا كثيرة رح تكون موجودة ولكن أنه بداية دخوله لبرج العدراء ما رح تكون السلبية بالشكل القوي الكثير لأنه زاوية التقابل ما بتعطي هالقوة الكافية لأنه لسه بيكون في مراحل الانتقال بالنسبة لإله بيأثر شوي على النفسية شروط واكتئاب وشغلات من هذا القبيل بعدها بتبلش زاوية إيجابية تقريبا رح تغطي في ذروة هذه الزاوية لأنه لما بتكون ذروتها يوم اثنين ثمانية هاي الزاوية اللي في عشرة ثمانية بتبدأ يعني في نفس الوقت تقريبا فبتعالج الوضع بشكل سريع جدا وبتستمر تأثيراتها هاي زاوية لمدة برضو لا بأس فيها تعطينا نوع من أنواع الإيجابية والزاوية اللي بعدها اللي هي الاقتران الإيجابية بين الشمس وبين عطارد برضو بتعطينا إيجابية أقوى فأقوى فمعناته إحنا بنقدر نحكي إنه فترة التقدم الأولى بالنسبة لعطارد رح تكون إيجابية بشكل ما طيب إيش التأثيرات بالنسبة لعطارد بشكل عام بالنسبة لعطارد لما يكون في الحركة الأمامية كما هو حاصل الآن منكون أكثر قدرة على التركيز والتفكير على عكس الفترة اللي يتراجع فيها لأنه في فترة التراجع بصير في تشتو الذهن وأشياء رح نذكرها بعد قليل فعشان يكي بيشعر موليد برج العذراء برغبة في مجال الدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم بتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم موليد الأبراج الترابي الأخرى لهم الثور والجدي وأيضا الأبراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته عطارد في برج العذراء يعني لما تفتح الخرطة الفلكية اللي هي ساعة ما أنت انولدت وتتطلع تشوف وين عطارد موجود إذا كان عطارد موجود في أحد الأبراج اللي ذكرتها الآن اللي هو كان موجود بالعذراء بيكون قوي جدا كان موجود بالثور بعطيه قوة بالجدي نفس الشيء بالسرطان والعقرب الحوت أقله من شوي ولكن برضو بيعطيه على مستوى الشراكة والتفاعل طيب الآن يعني من الأشياء المميزة اللي رح تصير خلال الفترة القادمة إنه رح يصير في بعض الاكتشافات الجديدة اللي بتتعلق بالاتصالات بالمواصلات بعقاقير طبية ناجحة هاي وحدة وبما إنه عطارد بالعذراء فهي رح تركز على الأمور اللي إلها علاقة بالطب وأيضا رح تركز على الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات بشكل أكبر أما خلال فترة التراجع اللي رح تكون من 23 ثمانية لأيوم 15 تسعة هنا هاي الفترة حساسة جدا فعشان هيك بتكون تركزوا فيها بشكل جيد رح نرجع نذكرها ونعمل تفصيل كامل عن هاي الأمور ولكن بشكل مبسط هنا بصير فيه نوع من أنواع التعطيل والتشويش على عالم الاتصالات والمواصلات ففي الفترة المذكورة اللي هي بين 23 ثمانية ل 15 تسعة بتكثر الحوادث على الطرقات البورصة بصير فيه بعض التقلبات وبالأوراق المالية بالبنوك والتبادلات المالية بأسعار العملات بالنفط بكل هاي الأمور يعني فيه نوع من أنواع الهزات القادمة على الطريق وتقلبات مستمرة يعني من اعتبر فترة التراجع هي فترة سيئة لأي خطوة جديدة مهمة مثل خطبة أو زفاف أو ابتتاح مشروع جديد أو شراء حاجية ثمينة بتضر بجميع الأبراج ولكن في كل برج فيه شيء معين بده يحتاط منه أكثر من التانين فهي الأشياء تشمل الجميع ولكن الآن ما نركز لما نذكر الأبراج إيش الأشياء اللي بتكون تحذروا منها طبعا كل شخص بنولد وبكون عطارد عنده في برج العذراء هذولا أشخاص يعني عبارة عن دماغ يعني دقيقين جدا أفكارهم دقيقة قدرتهم على التحليل ممتازة بيعرفوا كيف يدخلوا في صلب الموضوع عمليين جدا عندهم قدرة إنهم يحللوا أي شخص بسرعة فائقة جدا يعني عندهم ملكة حلوة جدا طيب الآن بدنا نحكي عن الفترة اللي هي أساسا الحركة الأمامية اللي هي رح تكون ما بين 29 سبعة ل 23 ثمانية وهي إيجابية عموما على مختلف الأبراج ما رح يكون تأثيرها على النحو التالي فعشان هيك بدكوا تركزوا معي بشكل جيد كل برج بده يركز على الإشي اللي بيعني غير الأشياء اللي ذكرناها من قبل من تأثيرات سلبية عند التراجع طبعا قبل ما ندخل على الأبراج وتفاصيلها يعني اللي بده يكبس لايك أو ديس لايك أو مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر 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 تبع الجرس يفعله عشان يتصلوا لإشعارات أو يضمن أصول الإشعارات وشكرا لكم جميعا برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا عطارد لما يتواجد بالعذرة هو البيت السادس بالنسبة لإلك فعشان هيك التركيز رح يكون على القدرة على إظهار أفكار خلاقة مع زملائك بالعمل تستطيع التأثير فيهم بشكل واضح عندك الكثير من الأفكار اللي ممكن هيك تلاقي طريق التحقيق في هاي الفترة من خلال الحوار البنا والرأي التشاركي مع الآخرين ممكن تعقد الكثير من الاجتماعات أو تحضر للكثير من المشورات وبيكون لك حضور فاعل في كل هاي المجالات فيما يخص عملك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هاي فترة مناسبة جدا لممارسة كل النشاطات الأدبية والفنية ومسيات ومحاضرات وندوات وترفيه أيضا برضو تعطيك طاقة إيجابية الكثير من الأضواء مسلطة عليك في هاي الفترة حاول إخراج إبداعاتك الحقيقية بتكون صاحب حضور وهاج ومبهج جدا ومقنع جدا بتجدوا الطرق الأنسب لتقديم الدعم المعنوي لأطفالكم ودفعهم للتحصيل العلمي أو الدراسي من خلال التحفيز البناء يعني فيه نوع من أنواع التواصل رح يكون مع الأبناء وأيضا رح تنشط بالمسائل اللي إلها علاقة بالعاطفة أو الترفيه أو الأمور اللي من هذا القبيل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هون التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة أكثر إشي فرح تنشطوا في تطوير علاقاتكم المنزلية ومع أفراد العائلة بسود جو من الحوار الخلاق البعيد عن التوتر والمزاجية والإنفعال بيكون فيه أفكار رائعة في إدخال تحسينات على المنزل بشكل مختلف ورؤية جديدة بتنشطوا في الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات بيع شراء استئجار ديكور تحسين وضع منزل معين وحتى باللقاءات والاجتماعات العائلية فهذا الشيء بيكون مبني على أسس واضحة بعيدة عن التوقعات أو التكهنات وفيه كثير من موليد برج العذراء المغتربين ممكن يعودوا لبلدهم الأم يعني يعتبر هذا بيتهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا النشاط رح يكون على أوجه عشان هيك في أوقات كثير بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وانتبه على أجهزتك الإلكترونية ولكن إجمالا ورح يمنحك الرغبة في التنقلات اليومية والنشاط ذات الأبعاد الفكرية وبتحاول البحث عن أفضل الطرق اللي بتحفز عقلك وفكرك ممكن تجري العديد من الاتصالات المهمة للتعارف أو للتعرف على مواضيع جديدة أو للتعارف العاطفي أو التعرف على أشخاص جدد مناقشة أفكار راقي جدا وأو وبرضو أفكار ممكن أرقتك بالفترة الماضية تحاول تناقش فيها عشان تنهيها عندك مجموعة من اللقاءات الحقيقية اللي بترضي طبيعتك اللي شوي هيك بدها توصل لشيء معين أو بتبحث عن كل شيء جديد لكن بدك تنتبه خلال تنقلاتك في منكو أشخاص ممكن يشتروا أجهزة إلكترونية جديدة أو سيارات جديدة أيضا ولكن عشان تراجعوا الزهرة بدكو تتفقدوا كل الأوراق بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنت مقبل على فترة يعني رح يكون التركيز أكثر على تحسين الوضع المالي هي فترة مالية بحتي عشان هيك بصير عندك أفكار كثيرة وطرق جديدة لكسب المال وعندك القدرة على إدارة المشاريع المالية والأمور البنكية والمصرفية ممكن تكون هاي من قبل أو تقبل على مشروع أو تبدأ بمشروع جديد بشكل مباشر ودون تردد ممكن تبدأ عمل جديد في مجال الأدب أو الكتابة أو التأليف أو تضع سيناريو معين لحياتك بشكل مختلف تماما وتعرف أن هذا الاتجاه رح يحسن من وضعك المالي بشكل كبير ورح تلقى فيه نجاح كبير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هذا كوكبك يعني كوكبك وبدي يوصل لعندك رح يعطيك طاقة عالية جدا رغم وجود الشمس في بيت المتاعب والزهرة في بيت المتاعب بتتراجع فموجود الخليط الآن من الطاقة ما بين المريخ اللي بعطيك الطاقة الانفجارية وعطارد اللي بعطيك القدرة الفكرية فهنا صار فيه عندك خلطة جيدة جدا بيصير عندك القدرة على الإقناع والتفهم بعيد عن النقد اللاذع بتلاقي أراءك أذان صاغي وقلوب منفتحة بتعمل على تنشيط الأجواء من حولك من خلال سلسلة من التنقلات اليومية والاتصالات المهمة لوضع أساس قوية في أي مجال بتدخله أو بتعمل فيه يعني بتزيد برضو رغبتك في القراءة والمطالعة والفهم العميق وقدرة على الإقناع عالي جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا وجود عطارد في بيت المتاعب فترة عميقة في حياتك لأنه في هاي الفترة بتحاول فهم كتير من الأشياء الغامضة والبحث عن الأمور الكبيرة والأفكار الكونية بتحاول الغوص عميقا في كل شيء وبتحاول أنك تفهم أسرارها والأشياء المخبة حتى في نفوس الناس بتحاول الخوض في حوارات ذات بعد فلسفي أو ديني أو غيبي بتبتعد عن النقاشات اليومية الفارغة اللي ممكن ما تقدم لك أي شيء ممكن تلتقي أشخاص أو أصدقاء محددين للبحث في موضوع مستقبل مهم بخص حياتك ولسيما الفني والأدبي والفكري برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنت شخص بيجمع الأصدقاء من حوله في هذه الفترة اجتماعي بشكل كبير بيعمل على تمتين العلاقات وعلاقات بناءة بشكل منطقي في هذه الفترة بتتنازل كثير عن بعض المعتقدات السابقة وتبحث عن أفكار بتناسب هذه الفترة في مشروع تشاركي بيكون لك في دور كبير وحضور عالي جدا بالإجمال بتستطيع أنك تقنع الآخرين بوجهة نظرك وبتغير مسار الكثير من الأمور حولك بطريقة إيجابية فعشان هيك الفترة هاي فيها كثير من المكاسب من علاقاتك ومعارفك وأصدقائك وأيضا دخول أشخاص جدد هذولا رح يعززوا كثير من المسائل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا أنتو خلال هاي الفترة رح تكونوا أصحاب الأفكار الخلاقة والحركة والنشاط والقدرة على الإبداع من العدم الكثير من أفكاركم رح تجد طريقة في التحقيق أو التحقق على أرض الواقع مع المسؤولين عنك في العمل خصوصا برضو هاي الفترة بتنشطوا لتقديم الطلبات اللي إلها علاقة بالعمل أو المقابلات أو بتفتح لك مجال عمل جديد بتتعامل معهم بشكل يعني ند لند بمعنى آخر وممكن تقدم أفكار بتعود بالربح أو الفائدة على الجميع أنت أمام مشروع طالما حلمت به أهم شيء إنك ما تتأخر في إعلانه بكل قوة قبل بداية تراجع عطارد أو بتنتظر لعحديت ما يرجع للحركة الأمامية مرة أخرى ولكن إجمالا فترة ممتازة ولكن شوي ممكن تغرر فيك وتدفعك للمغامرات والمجازفات برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد هذه الفترة تعتبر هي فترة السفر الخارجي والانتقال لبلد بعيد أو التعامل مع الأجانب أو الامتحانات الجامعية أو الهجرة مثلا في كثير من الاجتماعات والمؤتمرات أو اللقاءات خارج البلاد بتعود عليك بالخير والنفع والشهرة ويمكنك الآن متابعة دراستك الأكاديمية بكل قوة بمنحك عطارد القدرة على الإقناع وتجاوز العقابات الدراسية والامتحانات والرسائل اللي إلها علاقة بالرسائل الأكاديمية زي واحد ماجستير دكتوراه فترة ممتازة برضو بتتعرف لأشخاص غربة عنك وبتكون هناك لقاءات جادة وخلاقة برضو التجار اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير هذه الفترة بيبدعوا بشكل كثير كبير وممكن يوقع على بعض الوثائق المهمة أو الاتفاقيات للتجارة تكون لصالحهم برضو ممكن ترغب بأخذ دورة جديدة أو دراسة لغة جديدة مثلا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا الشهر يعتبر بالنسبة لأيلك شهر لضبط الميزانية ومراجعة الحسابات المالية بدقة من تصفى الأجواء ويصير عندك قدرة لوضع النقاط على الحروف في مختلف الأمور لا سيما الأمور المالية وخصوصا المشتركة عندك القدرة على تحديد موارد دخلك ودعمها بأفكار جديدة صحيا بإمكانك اتباع دورات غذائية أو برامج حمية معينة أو رجيم مثلا القيام بعمليات جراحية أو تجميلية ما بنصح فيها بشكل كبير لأن عندك أنت برضو الزهرة تتراجع بشكل قوي فهي بتخرب الأمور هاي ولكن عند انتهاء تراجع الزهرة وعودة عطار للحركة الأمامية بتتعزز الأفكار عندك هاي أكثر فأكثر وممكن تقدم على قرض أو على تسوية أو مطالبة بحقوق لا إلك ولكن حاول قدر الإمكان إنك ما تبالغ برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً موجود عطارة في بيت الشراكة بيمنحك القدرة على الحوار البناء بينك وبين شركاء العاطفة برضو بتسود فترة جيدة من التفاهم والحوار بعيدة عن التوتر المشحون والإنفعالات عندك القدرة للمصالحة والإقناع والحوار والنقاش عندك الكثير من الأفكار اللي ممكن تطورها بعلاقتك العاطفية أو بشراكاتك المالية بتجذب في هاي الفترة الأشخاص لهم أصحاب الفكر والحضور والكتاب تضع قطوات عملية لتطوير الشراكة العملية أو افتتاح مشروع مشترك مع أحد الأشخاص يعني بمعنى آخر فترة للشراكة ممتازة جداً جداً ولكن زي ما حكينا إذا الشراكة عاطفية بدك تنتبه من أمرين الأمر الأول إنه إحنا في محرم هذا واحد شوي بيكون يعني مش مناسب في هاي الفترة ولكن أيضاً عنا تراجع الزهرة اللي بيقول لك يعني أجل شوي لحديث ما نطلع من هاي الفترة لأنه برضو هاي الفترة مش مناسبة طيب هيك إحنا منكون تقريباً خلصنا من هاي الأخبار الفلكية يا ريت اللي ما حط لايك في البداية حطه هسه كومنت تعليق تفعيل زر الجرس ما عجبتك الحلقة عادي حط دسلايك انزل سب علي وحضرني أعمالي حضر مبارك الله فيكو شكراً للإستماع أو حسن الإستماع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم من أخبار فلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء